موسيقى السلام عليكم متابعي المحترمين أرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين الناطقين باللغة العربية هذا الدرس سوف يشكل الجزء الثاني من تصريف أفعال المجموعة الأولى في المضارع بداية لا بد من التذكير بأنه لا بد من مشاهدة الدرس الماضي الدرس رقم 47 من أجل الاستيعاب الكامل لدرس اليوم رأينا في الدرس الماضي كيف نصريف أفعال المجموعة الأولى مع الضمائر المتعلقة بالمفرد وهي حيث رأينا أننا أولا نقوم بحذف ER التي تميز أفعال المجموعة الأولى في حالة الانفينيتيف أي عندما تكون في الحالة الأصلية غير مصارفة الجزء الذي يتبقى لدينا أسميناه لغاديكال أي جذر الفعل هذا الجزء هو الذي نضعه أمان الضمائر ثم بعد ذلك مضيف les terminaisons أي الحروف النهائية في الفعل رأينا حسب القاعدة في الدرس الماضي أنه بالنسبة للضمير ج مضيف حرف E بالنسبة للضمير ت مضيف ES وأخيرا بالنسبة للضمير il مضيف E ونقرأ هكذا ما هو جديد في درسنا لهذا اليوم متعلق إذن بالضمائر nous, vous, il التي تدل على الجمع بنفس الطريقة سنضع الجذر le radical أمام الضمائر ثم نضيف les terminaisons تقتضي القاعدة أن la terminaison المناسبة بالنسبة للضمير nous هي ONS nous parlons nous parlons بنسبة للضمير vous حسب القاعدة ينبغي أن مضيف E Z ونقرأ vous parlez vous parlez بنسبة للضمير il avec S فلا terminaison المناسبة هي ENT ونقرأ هكذا يوم ترى يوم القاعدة يعني يوم قاعدة la terminaisons المناسبة للضمائر نحكذا طبعا المرحلة الأولى هي أن نأخذ ER ونحذفها من الفعل لكي نحتفظ بالجذر أو le radical لكن هذه المرة سنغير منهجية العمل حيث سوف نقوم بوضع le radical أمام جميع الضمائر ثم بعد ذلك سوف نقوم بإضافة les terminaisons حسب ما تعلمناه في الدرس الماضي وفي درس اليوم بإنسبة لحيد مائر جميع الضمائر هي أ بإنسبة لحيد مائر تحول إنها خيارا الس سوف نقوم بإنسبة لحيد مهيد مائر wün في النسبة لحيد مائره вер وخيرا يْإücklich مائر منك هناك خير مائر أTerب ونقرأ هذا أُحسنً Tamil أُحسن ingائر أَس أُحسña منتر للأس طبعا عزيزي المتابع تلاحظ أنني بعد قراءة الفعل مع كل ضمير أقرأ بصوت مرتفع وذلك من أجل ترسيخها وحفظها بسرعة إذن عند قراءة الفعل من أجل الحفظ دائما عزيزي المتابع حاول أن تردد وهكذا ستجد أنك ستحفظها بسرعة كبيرة جدا تنظيم الفعل مصرفا بهذا الشكل الذي نراه على الصورة يسمح لنا بملاحظة ثلاثة أجزاء أساسية ينبغي احترامها دائما عند تصريف الأفعال الجزء الأول وهو الضمائر الجزء الثاني وهو ينبغي أن نستوعب جيدا هذا التنظيم لأجزاء الفعل مع الضمائر عند تصريف الأفعال هكذا نكون قد فهمنا جيدا كيف يتكون شكل الفعل عند تصريفه مع الضمائر في الزمن الحاضر لنلاحظ إذن بعض الأمثلة سنأخذ مثلا الفعل لسه الذي يعني يتركه أي في الزمن الحاضر أو المضارع لذا أردنا أن نصريف هذا الفعل ماذا ينبغي أن نفعل عزيز المتابع الآن لدينا أمامنا الضمائر بقي أن نجد لرادكال كيف نجد لرادكال لا شكا عزيز المتابع أنك ستتواصل إليه بكل بساطة سوف نحذف أر ثم نكتب لرادكال مع الضمائر ثم بعد ذلك سوف نضيف les terminaisons je la terminaison c'est e tu la terminaison c'est es il la terminaison c'est e nous la terminaison c'est ons vous la terminaison c'est ez il la terminaison c'est ent ثم عندما نريد أن نقرأه نقرأه بهذه الطريقة من أجل حفظه وترسيخه بسرعة je laisse e tu laisses es il laisse e nous laissons ons vous laissez ez il laisse ent إذن ما ينبغي أن نحفظه ونستوعبه جيدا هو les terminaisons أما الفعل فمهما كان هذا الفعل يمكننا تصريفه بكل سهولة نمر لمثال آخر نأخذ مثلا le verbe tirer au présent le verbe tirer يعني يسحب الفعل يسحب نريد أن نصرفه في زمن المضارع دائما نبدأ بنفس الطريقة نأخذ le radical ونضعه أمام جميع الضمائر ثم بعد ذلك ça نضيف les terminaisons je نضيف e tu es il e nous ons vous ez il ent ثم نقرأ je tirer e tu tir es il tirer e nous tirons o n s vous tirer ez il tirer ent ينمغي عزيزي المتابع حين قراءة تصريف الفعل أن نستحضر أن زمن الفعل هو الزمن الحاضر فعندما نقول مثلا je tirer ينمغي أن أفهم أن المعنى هو أنا أسحب أي الآن وليس سحبت في الماضي أو سوف أسحب أي في المستقبل عندما نقول مثلا il tir أي هو يسحب وليس هو سحب أو سيسحب دائما نستحضر أن زمن هذا الفعل هو الحاضر أو المضارع وهو ما يسمى في الفرنسية le présent لذلك نحدد دائما عند عنوان تصريف الفعل زمان تصريف هذا الفعل le verbe direr أو présent أضفنا هنا الزمان الذي نصريف في الفعل نأخذ مثلا آخر le verbe sauter أو présent sauter أي يقفز الفعل هنا هو sauter يقفز كيف سنصريف هذا الفعل دائما نفس الطريقة نأخذ le radical ونضعه مع جميع الضمائر ثم بقي أن نضيف les terminaisons وهو الآن أمرون غاية في السهولة بالنسبة لك عزيز المتابع ثم نقرأ أخذ هكذا إذن نكون قد تعلمنا بشكلين كاملين طريقة تصريفي أفعال المجموعات الأولى عزيز المتابع ينبغي أن نعلم الآن أننا لم نتعلم فقط هذه الأفعال التي رأينا في الأمثلة وإنما في الحقيقة تعلمنا تصريف آلاف الأفعال في اللغة الفرنسية في الزمن المضارع نعم تعلمنا الآن تصريف آلاف الأفعال مهما كان هذا الفعل إذا كان من أفعال المجموعة الأولى فأنت الآن قادر على تصريفه عزيز المتابع طبعا هناك بعض الاستثناءات القليلة لكن أغلب الأفعال تصرف بنفس الطريقة نأخذ مثلا لذغب raconter نريد أن نصرفه الآن مع الضمير vous ماذا سنفعل؟ ينبغي أولا أن نضع لغاديكال ثم ننتبه للضمير الذي لدينا وهو vous أنتم ما هي la terminaison المنسبة؟ حسب ما تعلمناه الآن la terminaison هي أزد إذن سنقول vous racontez أي أنتم تحكونا le verbe raconter يعني يحكي bien sûr c'est un verbe du premier groupe من أفعال المجموعة الأولى نأخذ في الآن آخر le verbe marcher le verbe marcher je veux le conjuguer avec le pronom nous alors qu'est-ce qu'on va faire ? on écrit le radical marche on ajoute la terminaison la terminaison c'est O-N-S alors nous marchons nous marchons le verbe arriver je veux le conjuguer avec le pronom il alors j'écris le radical arrive et j'ajoute la terminaison c'est E-N-T alors je lis ils arrivent ils arrivent un autre verbe le verbe trouver je veux le conjuguer avec le pronom elle الضمير elle نصرف معه الأفعال تماما كما نصرفها مع الضمير il طبعا elle هنا ils هم نصرف l'afعال تماما كما نصرفها بالنسبة للضomير il avec S و elle avec S إذن نكتب le radical ثم نضيف la terminaison المناسبة وهي E-N-T نقرأ elle trouve elle trouve أي هنا يجد نأخذ فعلا آخر le verbe nager le verbe nager يعني يسبح نريد أن نصرفه مع الضمير tu ماذا سنفعل le radical la terminaison de tu c es إذن tu nage أي أنت تسبح هكذا عزيز المتابع نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس إذا أعجبكم نتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم الراغبين في تعلم اللغة الفرنسية من البداية ختاما وكالعادة نشكر لكم حسن المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موافقة